يقول فضيلة الشيخ أفققكم الله بعض من ينتسب إلى الدعوة إلى الدعوة إلى الله يقول أنا أؤمن بحرية الاعتقاد في العبادة فاليهود له حق التعبد صلى الله العافية هذا إلحاد هذا كفر يؤمن بحرية الاعتقاد نعوذ بالله ما في حرية الاعتقاد الاعتقاد لا يكون إلا بعبادة الله الذي خلقه من عبادته وهم بحرار هم عباد مخلوقون لعبادة الله هم عباد شاءوا أم أبوا ولذلك من ترك عبادة الله ابتلي بعبادة الأصنام والأشجار والأحجار لأن الإنسان عبد مهما كان فهو عبد عبد لهواه عبد لشهوته عبد للطاعوت عبد هو عبد لكن إذا عبد الله إنجلت عنه هذه الأمور كلها وإذا ترك عبادة الله ابتلي بعبادة هذه الأشياء نعم ترجمة نانسي قنقر